في ليبيا تعقد اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعاتها في مدينة سيرت بحضور بعثة الأمم المتحدة لمتابعة ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الدائم وقد كلفت اللجنة بتنفيذ بنود الاتفاق ومن بينها اخراج المرتزق الأجانب وتشكيل قوة مشتركة لتأمين الطرق والمدن وإعداد خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس والالتزام بالجداول الزمنية لفتح الطرق بين أقليم ليبيا وعلى صعيد ليبيا آخر وجدت بعض خلايا داعش فرصة لممارسة نشاطاتها في ليبيا وتحديدا قرب الحدود مع الجزائر والشات وسط الانشغال بالعملية السياسية في الفترة الأخيرة والاختلاف بين الأطراف الليبية سلاح الجو الليبي شن ضربات جوية لأوكار تابعة لتنظيم داعش في مدينة أباري جنوبي ليبيا أسفرت عن تدميرها ومقتل عدد من عناصر التنظيم وتفجير مخزن للزخيرة وبحسب مصادر عسكرية فإن طائرات حربية وجهت أربع ضربات متتالية في عملية عسكرية بدأت منذ فجر اليوم عقبها اقتحام قوة تابعة للقوات المسلحة الليبية تلك الأوكار حيث ألقت القبضة على رجلين وامرأة كما صادرت كمية من الأسلحة حيث كانت الخلية المستهدفة تستعد لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الليبي ومدنيين المصادر أكدت أيضا أن الضربات تركزت في حي الشارب وجبل تيندا وضواحي مشروع برجوج داخل ثاني أكبر مدن الجنوب الليبي مشيرة إلى أن الهجوم جاء بعد معلومات استخباراتية طلقتها وحدات تابعة للجيش الليبي عن نشاط مشبوه لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المستهدفة هذا وأعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي استهداف القيادي بتنظيم داعش محمد ميلود محمد المكنة أبو عمر في مدينة أباري وقال المسماري في بيان إن مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي استهدف محمد ميلود محمد الذي يعد من أبرز قيادة تنظيم داعش في سيرت خلال سيطرة التنظيم على المدينة في 2015 حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس عليا العلاني أكاديمي وباحث القضايا الإستراتيجية أهلا بك معنا أبدأ معك من أهمية هذه الضربات التي تم تنفيذها في أوباري ضد عناصر تنظيم داعش المتواجدة هناك وأبرز ما تم تحقيقه من خلال هذه الضربات مساء الخير يمكن أن نقول أن هذه الضربة تحمل العديد من الدلالات الدلالة الأولى هي ملاحقة فلول داعش وهذه ليست المرة الأولى هناك عمليات كثيرة آخرها في شهر 11 شهر نوفمبر 2020 وكانت تهدف إلى إفساد العملية السياسية ومحاولة السيطرة على أبر نفط نحن نعرف أن المنطقة بها حقل الشرارة وبطبيعة الحال داعش من أهدافها ومن استراتيجيتها الاقتراب من مثل هذه المناطق هذه الدلالة الأولى الدلالة الثانية تؤكد هذه الضربة اليوم أن التنسيق الاستخباراتي هام وكبير بين الجيش الليبي وبين حلفاءهم في المنطقة وهو الأفريقون المرجح أنه يمكن أن يكون قد وجه ضربات وهي ليست المرة الأولى ضربات ضد هؤلاء الإرهابيين في هذه النقطة سيد العلاني الملاحظة الثالثة أو الدلالة الثالثة بس اسمح لي هل من أهمية حول الجهة التي قامت بتنفيذ هذه الضربات سيد العلاني سواء كانت أفريقون هي من نفذت هذه الضربات الجوية أو إن كان الجيش الليبي إن كان الهدف واحد وهو استهداف عناصر تنظيم داعش المتواجدة في هذه المنطقة هو أولا بالنسبة إلى عملية الضربات حتى بيان الجيش الليبي لم يتحدث بالتفصيل عن هل هو الذي بادر بالقصف أم لا وبالتالي الكثير من الناحية التحليلية ليست المرة الأولى التي يضرب فيها الأفريقون فلول الإرهابيين والتنسيق الاستخباراتي بين الجيش الليبي وبين الأفريقون هو قديم وبالتالي الحديث عن هذه الضربات هو حديث أن هذه الضربة لأول مرة تكون أربع ضربات بمثل هذا الشكل الضربة الأولى كانت على الساعة الرابعة مساء بتوقيت ليبيا والضربة الثانية كانت على الساعة الضربة الرابعة عفواً كانت على الساعة السابعة أي أن هذه الضربات بدقة سمحت للجيش الليبي بعملية استخباراتية مع الأفريقون سمحت له باقتحام بعض المنازل لأنها كانت ضربة هادفة ووقع القبض على عشر شبان وقد تم أخذهم إلى مدينة سبهة وهذا الشخص محمد ميلود محمد هو يعتبر صيد ثمين بالنسبة إلى الجيش الليبي إذن هناك تنسيق استخباراتي هذا القصف أرجح أن يكون بطائرات مسيرة أمريكية من طرف الأفريقون مع تنسيق مسبق مع الجيش الليبي لكي يذهب إلى هذه المناطق وهذه العملية في الحقيقة تذكرنا بعملية مماثلة في صبراطة في 2016 وعندما ضرب الطيران الأمريكي منزلا به أربعون إرهابيا تونسيا كانوا سيتوجهون نحو تونس وبالتالي نرى أن هذا العمل يعني ضربات الأفريقون والتنسيق طيب سيد العلاني كان هو بشكل ناجح ما أهمية الآن أن نفهم أكثر صورة تحركات تنظيم داعش في ليبيا إلى أي مدى هذا التنظيم حتى الآن هو قادر على التحرك على الخوض والتخطيط لعمليات عسكرية على تجنيد العناصر وحتى عملية الإنفاق على كل هذه التحركات العسكرية التي يقوم بها داخل الأراضي الليبية تحديدا هو بالنسبة إلى تنظيم داعش في ليبيا هو يعتبر أن هو يعول عفوا على المساحة الواسعة للتراب الليبي ويعرف أن عملية المراقبة الأمنية والعسكرية يعني ليست ربما بالكثافة والدقة التي يمكن أن تكشف كل مخططات هؤلاء الإرهابيين ولكن بطبيعة الحال الآن اتضح أنه لو لا المساعدة والمساندة من طرف الأفريقون ربما كان من الصعب نسبيا ملاحقة كل هذه العملية الإرهابية هذا محمد ميلود محمد هو مورط في العديد من هذه العمليات يعني كان قبل ذلك مورط في الهجوم على الهلال النفطي وأيضا مورط في عملية القبض على أربع مهندسين إيطاليين في 2016 وأخذ فدية بأربع مليون يورو وبالتالي نرى أن هذه العمليات هي عمليات نوعية أولا ضربت اليوم وهي كانت دقيقة وعلى أربع ضربات تقع لأول مرة في عملية واحدة تؤكد أن هناك إصرار كبير على ملاحقة داعش في ليبيا ولعل ذلك أيضا يفهم منه أن هذه العملية المضادة للأرهابيين ربما أيضا تسهل العملية السياسية في ليبيا خاصة وأن سيد عبد الحميد دبيبة سيتسلم غدا عمل الحكومة وفي هذا ربما إشارة أيضا للشعب الليبي والجيش الليبي أن هناك موعد الاستقرار قد قربة وربما موعد الإعمار يعني هذه إشارات عديدة لكن محاربة الإرهاب في الجنوب الليبي في هذه النقاط التي ذكرتها سيد العماني وهذا هو يعني يبدو بأن داعش استغل الانشغال بالعمليات السياسية في الفترة الأخيرة في ليبيا وربما هذا ما يبرر عودة النشاط من جديد يعني إلى حد ما هذا صحيح هو كما قلت في شهر نهاية نوفمبر 2020 حاول داعش أن يفسد العملية السياسية وخاصة العملية التوحيد المؤسسة العسكرية وهذا ذكرته العديد من التقارير الأمنية لكنه يعني اليوم يعني هذه الضربة هي في الحقيقة سبقتها قبل أيام طيران مكثف في منطقة أوباري والجنوب الليبي نظرا للمعطيات الاستخباراتية من أن داعش ربما يحذر لعملية إرهابية قبيل تسلم السيدة بيبة لعمل الحكومة أشكرك جزيلا شكر ضيفي من تونس عليا العلاني أكاديمي وبحث في القضايا الاستراتيجية شكرا جزيلا لك شكرا